مرحبا بعد بحث وتقيق في كثير من المراجع والمصادر المعتمدة وربط كثير من القصص ببعض بقدم هذا التقرير القائم على جهد شخصي 100% واللي استخدمت فيه قدراتي كصحفي واللي بحكي عن جزء من المعاناة اللي بعيشها العالم وببحث بمدى دقة الأخبار اللي بتوصل عن كورونا وطريقة الكشف عنه طبعا أنا ما بتبنى أي وجهة نظر لكن بشارككم بالنتيجة بحثة وصلت إلوه بعدها الPCR Polymerase Chain Reaction الفحص اللي ارتبط بشكل وثيق بوباء كورونا واللي بسمي كثير من الناس أصلا فحص كورونا على أساسه تم تصنيف بؤر الوباء حول العالم وأعلنت قرارات الحضر في كثير من الدول لكن هل الPCR فحص تشخيصي أصلا يعني هل ممكن يعطي معلومة في حال كان الشخص مريض أو لا الجواب بكل بساطة لا هذا مش من عندي هذا من مخترع فحص الPCR العالم الكيميائي الأمريكي كاري موليس واللي فاز بجائزة نوبل بسبب هذا الاختراع الرجل اللي مات قبل بداية وباء كورونا بأشهر كان معطرض على استخدام اختراعه كأداة تشخيصية للكشف عن أي مرض مثل الأيدس وإنفلونزا الخنازير وبيبساطة تقوم فكرة اختراع موليس الPCR على تضخيم التسلسل الجيني عند الكائنات الحية بحيث يكون مرئي قابل للدراسة هذا بأكد أنها تقنية علمية مصممة لأغراض البحث العلمي فقط وليست للكشف عن الأمراض بتكبر التسلسل الجيني الغير مرئي بيصير مرئي وبتم دراسته ولتأكيد أن الPCR فحص كورونا زي ما معظم الناس بتسميه لا يجوز استخدامه كفحص تشخيصي الدكتور الأمريكي المشهور توماس كاون نائب رئيس جمعية الطب البديل في الولايات المتحدة وعضو مجلس إدارة لمؤسسة وستن اي برايس الصحية بأكد هذا الكلام وفي حالة فحص الكورونا بيحاول الأطباء البحث عن تسلسل وبيحكوا أنه خاص بفيروس الكورونا داخل العين المأخوذة من الإنسان إذا وجدوا هذا التسلسل أنت مصاب وفي حال ما وجدوا أنت غير مصاب وبريء ونجوت من الحجر الصحي هذا هو أساس الفحص الذي خضع له مئات الملايين حول العالم ولكن المعلومة الصادمة أن التسلسل الجيني لفيروس كورونا المعلن من قبل منظمة الصحة العالمية واللي بيبحث عنه بفحص البي سي آر موجود عند كل البشر يعني بالمختصر الجماعة اعتمدوا هذا التسلسل الجيني بالضبط وقالوا أنه هو التسلسل المميز لكورونا لكن هذا التسلسل هو نفسه موجود على الكروموسوم رقم ثمانية عند كل البشر هذا مش كلامي هذا كلام المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية الأمريكي هو مركز حكومي أمريكي تابع لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية الحكومية ويعد بمثابة البنك الجيني العالمي الرسمي على موقعه الرسمي ناشر تسلسل الجيني اللي على الكروموسوم رقم ثمانية عند البشر نفسه تماما اللي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية تسلسل الجيني مميز للكورونا وبما أنه عينت فحص كورونا المأخوذة من الناس فيها خلايا بشرية فإن تسلسل كورونا المزعوم موجود بكل العينات وهذا بالضبط يجعل هذا الفحص بلا قيمة الدكتور أندرو كوفمان عضو هيئة التدريس في جامعة كارولاينا الجنوبية الطبية بيأكد هذا الكلام بطريقة علمية وبلفت النظر لنقطة مهمة وهي احتواء عينة البي سي آر على خلايا بشرية بالإضافة لفطريات وبكتيريا وفيروسات فإن تسلسل الجوخار لكicلkan هنا 葬ديو رمضي بك诠 لتاحة 小فر somewhere الطبيعية من الميزل تسلسل الجوخie للطبيع للتحاول اضل مختلفة هو ال� suspect جيني؟ كان هناك شرر غصول هم هون الدكتور كوفمان بيكشف عن انه تسلسل كورونا المزعوم معلن عنه سابقا انه داخل جسم الانسان وتحديدا على الكروموسوم رقم ثمانية وبشكل رسمي لكن بما انه التسلسل الجيني للكورونا موجود عند الكلش ما الكل يطلع مصابب كورونا بعد فحص الPCR هون مندخل بموضوع طريقة عمل الفحص اللي كما شرحت قبل هو غير دقيق على الاطلاق وفي نتائج سلبية خاطئة بشكل كبير جدا لكن تستطيع السلطات الطبية باي بلد التحكم بنتائج الفحص وهون طبيعي انا ما بقصد اللعب بالعينات بل زيادة عدد دورات مضاعفة الفحص كيف يعني؟ زي ما حكينا بالبداية انه فكرة الPCR او فحص كورونا قائمة على تدخيم المادة الجينية للبني ادم والبحث عن تسلسل كورونا المزعوم داخلها لكن حجم هذا التدخيم غير موحد على مستوى العالم البعض بضخم العينة بشكل كثير كبير بينما الآخر بضخمها بشكل قليل لوحظ عند تدخيم العينة بشكل كبير انه نسبة الاصابات بكورونا تصل 100% بدون شك وفي حال كانت دورات المضاعفة قليلة عدد الاصابات يصل الى صفر لانه العينة ما تضخمت بشكل كافي حتى يظهر هذا التسلسل الموجود اصلا عند كل البشر يعني في حال ارادت دولة ما اظهر انها مسيطرة على الوباء ما عليها سوى تخفيض عدد المضاعفات في فحص كورونا واذا ارادت زيادة عدد الاصابات بهدف ربما يكون سياسي ما عليها الا زيادة عدد المضاعفات هون كارثة الPCR فحص يمكن التلاعب بنتائجه بسهولة بالغة بتطويعها لاهداف معينة الدكتور توماس كاون بيأكد هذا الكلام اكتبها 60م اهادت 60م اغلبها 60م اهدت لانه يبدو بسيطرة على الاجتماعي بسيطرة على الاجتماعي دعني أقول هذا أخرى إذا تضيفها 60 مرحباً سيكون مزيدة مع كل شخص هذا يعني أن كل شخص يملك من هذا الرنة مكان ما في الوصولات أو في الوصولات أو في الوصولات أو مكان ما في الوصولات فكل ما يجب عليك أن تضيفها تضيفها وبما أن الجميع ممكن يطلع مصاب بعد هذا الفحص فهو فحص يمكن التلاعب فيه بسهولة وبتضل القضية مرتبطة بعدد دورات المضاعفة لكل فحص الدكتور كوفمان عنده رأي في موضوع التلاعب بدورات المضاعفة داخل الPCR هناك كثير من طريقة لكي تضيفها لكي تضيفها 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 أو تضيفها 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 ثم تضيفها حتى صحيفة النيويورك تايمز أشارت لهذه النقطة تحديداً قالت أنه في أحد مختبرات نيويورك وجدوا أنه 43% من النتائج الإيجابية عند عمل 40 دورة مضاعفة كانت سلبية عند عمل 35 دورة مضاعفة نفس النتائج و 63% من نفس النتائج الإيجابية كانت سلبية عند عمل 30 دورة مضاعفة هون من لاحظ التغير في نفس النتائج بعد تقليل أو زيادة عدد دورات المضاعفة معنى هذا الكلام أنه نتائج الإيصابات بتزيد بشكل كبير جداً كلما زدنا عدد دورات المضاعفة بفحص كورونا لأجل كل اللي حكينا شكل مجموعة من الأطباء حول العالم تحالف World Doctors Alliance لتوعية الناس على حجم الأخطاء والكوارث والتدخلات السياسية بموضوع كورونا الأطباء ظهر عدد منهم في مؤتمر صحفي بدون تباعد اجتماعي ولا كمامات وانتقدوا بشكل لاذع الوضع الحالي يسير الأمور حول العالم فيما يخص الإغلاقات اللي بالغالب تعتمد على فحص الPCR طبيبة الهولندية هيل كيدي كليرك إحدى أعضاء هذا التحالف تحدثت عن الكوارث اللي بتسببها فحصات الكورونا غير الدقيقة حول العالم لا يوجد طبيبة أيها الأمور ليس لطبيبة طبيبة تعتمد على هذه شبارة وضعية تدخلات 89% إلى 94% بسطة تدخلات 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 لا تدخلات على المضوع والبعالي ومع شكر الدكتورة الكيدي كليرك بشكركم أنا كمان وبتمنى أكون قدمت نتائج مفيدة للبحث اللي قمت فيه وتكون هاي النتائج أبق من نتائج فحص الPCR أو فحص الكورونا نشوفكم على خير سلام